بودكاست سكاي نيوز عربية لأنه اكتشف الشفرة الكهربائية للنوبات الوسوسة منفصلة منفصلة وكان عندها وسوسة من السيفود وتم علاجها واخر مدار سنتين توقف نشاط الوسوسة القهري تماما أصبحت وصالات عصبية سليمة غير مستعدة لإصواض الوسوسة القهري وده كان اكتشاف آخر لم نكن نعلمه يعني وكأنك تدع المخ يعلم نفسه بنفسه نعم نفسه بنفسه قمنا بتسجيل من أعلى نقاط من على سطح المخ تم تسجيلها في تاريخ البشر فيه سباق تسلح حاليا على من يستطيع لأعلى رقم من أرقام التسجيل على سطح المخ شغل تيك كاست تيك كاست مع عمر نور الدين تنفيذ وإخراج زاهر رشماوي هذه ثاني حلقة عن الاكتشاف بل الاكتشافات العلمية التي أدت بنا للوصول لعلاج الصرع والوسوسة القهري عبر شريحة مخ هي من تطوير جامعة أوريغن الأمريكية بقيادة بروفاسور أحمد رسلان رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الذي ننفرد بالتعرف معه على هذه الرحلة العلمية التي فتحت الباب للتوصل لشرائح مخ لعلاج أمراض أخرى عقلية وربما وتحتها عدة خطوط ربما معالجة أمراض نفسية الحلقة الأولى كانت بعنوان بعد الصرع وأو سي دي شريحة مخ نفسية أول لقاء لفريقيا العربي الآن لنكمل حيث توقفنا بروفاسور رسلان نحن نتحدث عن الحالة التي استغرقت خمس سنوات واكتشفتم معها هي لسيدة لو بس تضعنا في ضوء هذه الحالة خلفية اجتماعية إن كان ضروريا قبل أن نذهب إلى تفاصيل الحالة المريضة هي مريضة طبعا أنا بتحدث بموافقتها في ذلك الوقت كان عمرها حوالي 25 أو 26 عمل وهي مريضة بالصرع والصرع المستعصية الصرع الغير مستجيب للعلاج الدوائية والصرع المستعصية هنا بيؤدي لتغير في كل أنواع الحياة بنفس طريقة اللي ذكرناها إن المريض بيحس إنه أسير لنشاط كهربائي مسيطر عليه لا يستطيع التحكم فيه ولا يمكن التنبؤ بعينها ثأتي في قطورة على الحياة لأنه خصلت نوبة صرعية تؤدي إلى فقدان الوعي أثناء عبور الشارع مثلا ده ممكن يؤدي إلى فقدان الحياة وإن أنت ساعة عربية فالمريضة جاءت لمركز الصرع كان عندها ثلاث أنواع من الصرع مختلفين بالشكل اثنين مرتبطين ببعض ونوع ثالث غير مرتبط أحد مرتبط بأنه سماع أصوات غير طبيعية وده بيأتي بعدها النوبات الصرعية القركية هتيجي توجد معددنا من الصرع أجلناها نوع من نوع الجراحات اللي هي اسمها الجراحة الوظيفية وهي جراحة روبوتية لزرع مجسات كهربائية في المخ لخياس نشاط المخ أثناء حدوث الصرع كنا بنتكلم سنة كم بداية معالجتك للحالة؟ 2018 فتم زرع المجسات الكهربائية دي وددنا نستقرئ أن هناك ثلاثة بؤر تؤدي إلى النوبات الصرعية البؤرة الأولى هي الفص الصرعي البؤرة الثانية هي القشرة المخية المرتبطة بالجهاز السمعي والمنطقة الثالثة هي القشرة المخية الدفينة اللي اسمها جزيرة الإنسولة أو الجزيرة الداخلية دي منطقة عميقة في المخ وتم استقصال الفص الصرعي الأيمن والنوع ده من النوبات تم قضاء عليه يعني شلنا سبب صدوره تماما تماما وشوفيت من هذا النوع من الصرع لكن بقى النوع الثاني من الصرع هو الصرع المرتبط بأصوات غير طبيعية سايرن أصوات زي السرينة نحن نخشى من استقصال القشرة المخية اللي اسمها قشرة هشل وهي قشرة مركز السمع قرضنا نستخدام النوع اللي بنسكوله من التنبيه المخ اللي بنسميه وهي الشركة اسمها وهو جهاز يقرأ نشاط المخ يمكنه قراءة النشاط المرتبط على النوبات الصرعية في مرحلة مبكرة جدا قبل حدوث الأعراض وإصدار نبضة كهربائية لإيقاف أو تثبيت النوبة الصرعية في الحال وقرنا نزرع الجهاز في مركز هشل المريضة نفسها كانت مريضة زكية زكرت لنا أنا عندي مرض الإسواس القهري هل يمكن هذا الجهاز يتمتع بقناتين يعني ممكن يزرع فيها اثنين إلكتروت أو اثنين بروب واحد هنزرعه في القشرة السمعية الثاني بقى هنزرعه فين الفكرة الأولى هو زرعه في المنطقة العميقة اللي هو المنطقة الثالثة اللي ذكرناها قبل كده لكن المريضة طالبت هل يمكن زرع هذا البروب في منطقة للتحكم في الوسواس القهري فإحنا نقولنا الوسواس القهري لا يوجد علاج موثق أو موافق عليه من خلال منظمة الأغذية والأدوية في الوقت المتحدة لا يوجد علاج معتمد وأن كل التجارب دي تجارب اختبارية وأولية لا يمكن وصول عليها وبالتأكيد لم يتم زرع مثل هذا الجهاز في حالات الوسواس القهري في أي حالة على مستوى الحالة هي اقترحت يعني هي اقترحت أنه أنا عندي سرعة وإحنا علجنا جزء منه بالجراحة وبقالنا لسه جزئين سواء عنه هنعلجهم مع بعض أو بشكل منفصل وانتو ستزرعون شيء وعندنا جهاز منظم يمكن أن يساعدنا طب ثانية واحدة أنا أعاني من هذا الشيء المقيد الصعب جدا الذي لا أسيطر عليه كما السرعة ولو أنه الوسواس القهري أقل وطأ من السرعة كما أفهم فممكن تساعدوني فيه فكانت الإجابة أنه هذه لم يكن ليها سابقة لكن دعيني أدرس الموضوع وقولت لها أن أنا سأدرس الموضوع وأدرس التشريح المخي بتاعك الإلكترود ده المنطقة العاملة فيه طولها 32 ملي فدرست الرانين المعناطيسة بتاعها ولقيت أن المسافة ما بين المنطقة آلف اللي هي والمنطقة به اللي هي الإنسلا المنطقة السرعة ومنطقة 30 ملي أو 3 سنتي والإلكترود منطقة العمل بتاعته 32 ملي فمن ناحية النظرية يمكن زرع إلكترود واحد لعلاج النقطتين درس هل إذا مر هذا السلك بالمنطقتين هل بيمر بمناطق أخرى خطرة ولقيت أنه عملت زي محاكاة والمحاكاة قدت إلى أنه يمكن يمكن فعلا زرع هذا الإلكترود بدون أنه يسبب أضرار لمناطق أخرى وكلمناها قلنا لها أن دي هتبقى أول حالة في العالم وده لم تحدث بذلك وأنه هنعمل الإعداد بتاع الجهاز أنه كل ما الجهاز يرى نوبة صراعية هيدي جرعة كهربائية في منطقة السرعة وفي منطقة الوسواس القهر بإيس أنه هو بيدي بعض الجرعات الكهربائية على مسافات متفادة بدل ما يبقى سكون تهم لأنه لم نكن نعلم كيف يتم برمجة الجهاز حدث ذلك وتم زرع الجهاز والمريضة خرجت شوية لكن الحدث بعد ذلك بقى ده يوريك أهمية التعاون العلمي وأهمية الصدفة الحظ والصيبة المستعد تم زرع الجهاز وخلاص والمريضة عندها تمر 6 أشهر ثم نروح للمؤتمر علمي وأحد زملائي في جامعة أخرى في جامعة ستانفورد يسمه كيسي هالبرن أنا قبلته وقال لي أنه حديثاً حصر على تمويل من الـ NIH أو المعهد القومي للعلوم لزرع هذا النوع من الجهاز في حالات الوسواس القهري لكنه لم يستطع زرع أي حالة لأنه لا توجد مرضى موافقة على هذا النوع من الزرع فأنا نظرت له كده وقلت له أنا عندي الحالة موجودة بالفعل فهو زهل طبعاً أن ده حصل فشرحت له ما حدث وتحدثت معنا مريضة وتم إرسالها بها ستانفورد فوجات كاليفورنيا ونحن وولاده ورجون المسافة بيننا حوالي ألف كيلو سفرت إلى ولاية ستانفورد وهو ابتدى يحلل النشاط الكهربائي للمنطقة دي بقراءة النشاط المخ عبر سنتين إلى أنه اكتشف الشفرة الكهربائية للنوبات الوسوسة منفصلة منفصلة ولما اكتشفنا هذا الاكتشاف ما عملنا فريق طبي وقررنا وتحدثنا عن المرضى قلنا لها احنا هنعملك حاجة لم تحدث وهو أن احنا هنعمل برمجة ثنائية هنعمل برمجة مستقلة للقناة الأولى للصارع وبرمجة للوسوسة القهري مبنية على الشفرة الكهربائية مبنية على التردد تردد النشاط المتعلق بالوسوسة القهري لأنه ما فهمته لأنما حضرتك قلت لما كنا بنعالج في الكيس الأولانية عندما يظهر نشاط للصارع نرسل موجة يمكن تكون مضاعفة يعني جزء منها للصارع والجزء الآخر يعني وكأنه إضافي أو استباقي لأي مهجات مستقبلية أو مصاحبة للوسوسة القهري لكن ليس بالضرورة أنه كان في وقتها نشاط للوسوسة القهري بالضبط فبالحالة دي عندنا برمجة سنائية البرمجة الأولى برمجة للصارع والبرمجة الثانية برمجة للوسوسة القهري البرمجة الأولى تعتمد على قراءة النشاط الصارعي والبرمجة السنية تعتمد على قراءة الشفرة المرتبطة بالوسوسة القهري وهي برمجة سنائية مستقلة والجهاز لا يكون أصلا مصمم لهذا النعم للبرمجة وقررنا أن نراقب نشاط المريضة لمدة سنتين طبعا أثناء استخلاص الشفرة الكهربائية للوسوسة تم إجراء تجارب فريدة من النوع تم ابتكارها لأول مرة أحدها مثلا أن المريضة كان عندها وسوسة من الأكلات البحرية كنا بنلبسها فيرشوال كاميرا زي بتاعة نظرة واقع افتراضي وكنا بنعرض لها في الواقع الافتراضي أكلات بحرية حتى نستحس الوسوسة القهري تم اكتشاف المقواده وتم علاجها واخد مدار سنتين توقف نشاط الوسوسة القهري تماما وأصبحت لا تعاني من الأعراض بل وتم التأكيد ذلك لأن الجهاز توقف عن قراءة نشاط الوسوسة القهري تم علاجها زي يعني حريك بتقولي رصدناه وعلاجناه ثانية واحدة إزاي يعني داينا الرصد والعلاج ما الذي حدث اللي بيحصل إيه إن التكرار التنبيه الكهربائي للمخ يعد للدوائر الكهربائية للمخ بشكل مستدام إصدار موجات كهربائية بشكل متغير بيغير من السينابسز من الوصلات العصبية ما بين النيورنز وبعضها فالنوع الجديد من الوصلات العصبية أصبحت وصلات عصبية سليمة وغير مستعدة لإصواد والإصواد القهري وده كان اكتشاف آخر لم نكن نعلمه يعني وكأنك تدع المخ يعلم نفسه بنفسه يعني نعم نفسه بنفسه فلما ده حصل بعد سنتين وضربنا كل هذه النتائج وقررنا نحن نشارك العالم فيها يعني نحن لم نكن نريد نشر هذه النتائج قبل التأكد أولا إن الشفرة الكهربائية شفرة سليمة وإن العلاج سيؤدي إلى نتائج إحنا كنا بنعالج مرض مسموع بعلاجه ورأينا أن هناك فرصة لضرب عصفورين بحجر بدون مخالفة الأطر الطبية السليمة فكنا لابد نتأكد من أن إحنا فعلا سنتائجنا سليمة وتأسير علاج تأسير إيجابي في شفرة يمكن استخدامه في جهازة أخرى وفي مرضى أخرين وده باكتشاف علمي للشفرة الكهربائية لكن قدرة الجهاز على العلاج الثنائي لمراضين مستقلين وبرمجة الجهاز بشكل يمكنه علاج مرضين مستقلين وبشكل مستقل دي في حد ذاتها اكتشاف لاستخدام جديد لم يكن اكتشافه بالإضافة لإكتشاف الثالث وهو اكتشاف المسار اللي يمكن أن يمر فيه البروب الكهربائي اللي علاج نقطتين في المخ لأنه لم يتم استخدامه من ذلك فدي مجموعة اكتشافات تقنى إجراءها في الموضوع ده نرجع بقى تاني بقى لإيلون ماسك عشان أعتقد أن ده مهم جدا إيه الفرق بجهاز إيلون ماسك وبين هذا الجهاز ده دي فروق مهم الجهاز اللي الجولي الأول وجيه تاني ده جهازة بتزرع فيه عمق المخ عن طريق بروب وبتقرأ نشاط المخ النشاط المجمع بتقرأ ما يسمى بالفيلت بونيجشن نشاط يمثل نشاط مجموعة خلايا كثيرة في المخ مثلا مليون خلايا أما الجهاز اللي بيزرع إيلون ماسك فهو جهاز يستخدم شعائرات دقيقة جدا تزرع في القشرة المخية فقط لا تزرع في عمق المخ تزرع على عمق من 3 إلى 4 ملي لقشراء النشاط الكهربائي لخلايا المخ خلية خلية اللي موجودة في القشرة المخية بتسجل خلايا كل شعرة تحمل 12 مجاس كل مجاس من 12 مجاس يمكنه قياس نشاط خلية واحدة الطريقة دي من القياس وهي قياس الخلوي النشاط الكهربائي الخلوي لم يتكرها إيلون ماسك نهائيا للطريقة القديمة ويوجد ما يسمى بشريحة يوتا أو يوتا الري الطريقة القديمة اليوتا الري كان بتسبب في إصابة في المخ أثناء زرع الشريحة لما طريقة إيلون ماسك لأنها بتستخدم شعيرات زي شعيرات حجم شعرة الراس وبتستخدم أداة زي أداة زي إبرة القياطة لزرعها بسرعة جدا في المخ في المناطق اللي تقشر في المخية لا توجد فيها شعارات دموية فهو ابتكر طريقة لزرع الشعيرات دي بيجرع بالتحديد 96 شعيرة 96 في 12 بـ 1024 وده عدد المجسات اللي يمكن زرعها فده ازدياد كمي ونوعي في عدد المجسات كبير جدا أجهزة التنبيه العميق للمخ اللي هي الجيل الأول وجيته الثاني بتستخدم من أربعة لثمان مجسات فتخير حجم الازدياد رحنا من أربعة لثمانية إلى ألف أربعة وعشر وكان عن طريق ذلك النشاط الكهربائي اللي بيقاس في المخ بيقاس أنالوج يجب أن يتم تحويله إلى ديجيتال سيجنال تحويل من النشاط الكيفي إلى نشاط ديجيتال أو نشاط رقمي ده بيتم عن طريق مزروعة فوق الشعارات بشكل مباشر وبيتم نقل نشاط الكهربائي دي عن طريق ويرلس واي فاي أو بلوتوث للجهاز آخر بيتم ارتداءه على الحزان فالأجراء للمسك هو لم يبتكر شيء جديد بل قام بتحديث ما كنا نفعله من ذلك يعني مثلا قراءة النشاط الخاربي بالمخ واستخدامه لتحريك يد صناعية أو استخدامه لتحريك كرسر على الكمبيوتر ده منشور من عام 2002 منشور بقاله 22 هذه الفكرة لم تكن جديدة خالص وسائط المخ والآلة التي يمكنها قراءة النواية عن طريق قراءة نشاط المخ أثناء نيتك الحرك هي فكرة قديمة وموجودة ونجد فيديوهات كيرة جدا عن القردة مزرع لها هذه شريحة يوتا بتأكل نفسها بزراع روبوت كل ما عملوا أنه تسبب في في إنتاج صناعي على مجال كبير للرقائق والشريح دي اللي تم زرعها في المخ تم تصغير حجمها تم تعويل عدد الموجات المجسات إلى عدد 24 ونقل نقل النشاط الكهربائي دي عن طريق يعني لا سلكي لكن خلينا أقول لك بقى ده جزء تاني ده جزء يمكن أنت ما تعرفوش هو جزء بس تم نشره في مجال سانتيفيك أمريك وهو جزء من البحث العلم اللي أنا بقوم به في معملي في الوقت المتحدة وهذا النوع من البحث العلمي هو إنتاج وتصميم واختبار وتعديل الوسائط المخية لقراءة نشاط المخ بأعلى كسافة ممكنة أنا بعمل مع طبيب اللبناني اسمه شادي الضايع هو أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة كاليفورنيا سان دي ايجو وإحنا حصلين على تمويل من المعهد القومي للعلوم لإنتاج شرقائق مخية بيتم قراءة نشاط المخ مش بألف النقطة بقى من 4096 نقطة بل إحنا قمنا بتسجيل من أعلى نقاط من على سطح المخ تم تسجيلها في تاريخ البشر وتم نشر البحث ده في مجلة ساينس سنة 2022 اللي سجلنا من على سطح المخ في المرضى اللي أنا أجلت لهم جراحات استقصال أورام المخ من 2048 نقطة في حالتين ومن 1024 نقطة من 18 حالة بس ما بنستخدمش التقنية اللي الشعيرات بتختارق فيها القشرة المخية حالة بنسجل من على سطح المخ عن طريق رقيقة رفيعة جدا 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 لسنا المجموعة البحثية الوحيدة في مجموعات أخرى انت اشذكرت سينكرون سينكرون بتركيش نشاط المخ برضو بتقراء بس بتقراء من 16 نقطة بس بتقراء من عن طريق ايه؟ من عن طريق دعامة بتتم زرعها جوه الوريد الرئيسي في المخ يعني بيتم ادخال الشريحة دي على دعامة وريدية دعامة الوريدية دي بتتم عن طريق أسطرة زي أسطرة القلب بالضبط بيتم زرعها في الوريد الرئيسي في المخ وفي منطقة بالقرب من النشاط الكهربائي للمنطقة الحركية ويمكنها قراءة النشاط الحركي فقط لا يمكنها قراءة ايه نشاط آخر بسينكرون انها تتمتع بانها يمكن زرعها بسهولة لانها بزرعها عن طريق أسطرة فبدون اي جرح وداخل الوريد يعني لا تتطلب لا وخز ولا جرح او ما فيش زرعها مجرد تسير داخل الوريد او اه لكن تتطلب اخر اخر تطلب انك لازم المريض يبقى على اسبرين ياخد مواد مزيبة للجرطات طول العمر يمكنك 16 نقطة فقط يمكنك قراءة النشاط الحركي فقط لا يمكنك ما فيش اي نشاط ذهني اللي يمكنك قراءة لأفكار الكلام ولا الاستماع لكن اللي بتستمع بتتمتع بمرونة بان يمكن زرعها في اي مكان وانها باكتر من نقطة وفيه سباق وفيه سباق تسلح حاليا على من يستطيع لأعلى رقم من أرقام التسجيل على سطح المخ وفيه عدد شكتين يبدو هذا العنوان عنوان علمي بحث انه من الذي سيسجل أكبر نقاط انا كما ارى هذا السباق انه من الذي سيدخل ويسيطر على أدمغتنا أسرع نهاية تيك كاست مئة واربعة وعشرين والقادم دائما له ان يكون بمشاركتكم واقتراحكم في تيك كاست تجربتك عبر واتساب 009-7156-188-6223 أو ايميل podcast at skynewsarabia.com لتيك كاست أو أي من بودكاست Sky News Arabia موسيقى podcast skynewsarabia اشتركوا في القناة